تعقيدات وعراقل جديدة يضعها الأمن اللبناني بوجه ترحيل الدفعة الثانية من مقاتلي سرايا أهل الشام تجاه مدينة رحيبة بالقلمون الدفعة التي تضم ثلاثة ألف مدني وأربعمائة مقاتل تأجل ذهابها نظرا لإخلال ميليشيا حزب الله بالاتفاق ومنع المقاتلين من اصطحاب سلاحهم الخفيف إخلالات ميليشيا الأسد وحزب الله تجاه كل اتفاق يضع إشارة استفهام جديدة حول جدوى أي مفاوضات واتفاقات تعقيد في سوريا وهي التي تسعى المملكة العربية السعودية لدعم الحل السياسي فيها من خلال مؤتمر رياض ثاني أعربت منصة القاهرة ضمامها له بعد رفض سابق وذلك للوصول لتوسعة تشمل أطياف أكثر للمعارضة التي ينبغي عليها الحفاظ على ثوابت الشعب السوري نعم يخشى أن تضيع متطلبات السورة يمكن أن يخشى أن تضيع حقوق الشعب السوري لأن منصة موسكو تحديدا وبعض أفراد منصة القاهرة بدأوا يطرحون بقاء المجرم بشار الأسد أو غيره هؤلاء محسبون على النظام أكثر مما هم محسبون على الثورة وبالتالي لا بد من موقف واضح من الهيئة العلية للمفاوضات ولا بد من موقف واضح أيضا من المملكة العربية السعودية المعروف عنها دائما أنها وضعت خطوطها الحمراء بشأن مستقبل سوريا وهي مغادرة بشار الأسد المجرم إلى المحاكم الدولية وليس له أي دور في مستقبل سوريا حلب شمال البلاد شهدت مواجهات جديدة بين تحرير الشام وقوات الأسد أطراف الراشدين أودت بحياة 15 عنصر أسدية وفيما تمكنت داعش من قتل 45 عنصر من ميليشيا قسد التي فصلت الرقة لقسمين وحاصرت داعش بشكل كامل قتل سبعة عناصر للدفاع المدني بسرمين بإدلب التي اتخذت تركيا على حدودها معها تدابير أمنية جديدة وأكد الرئيس التركي بحث موضوعها والروس وعدم وقف المساعدات الإنسانية الداخل إليها تركيا وروسيا تدرسان الوضع في إدلب ليس من الآن ومنذ فترة تقريبا عدة شهور لأن الوضع في إدلب أصبح نوعا ما معقدا أكثر لتجمع كثير من الفصائل التي تقاتل النظام في سوريا وأيضا فصائل المعارضة أضف على ذلك هناك الجبهة التحرير الشام التي تعد هي فصيل إرهابي في اللوائح التركية وحتى الأوروبية والروسية والأمريكية قوات الأسد وميليشيات إيران وصلت انتهاكها لاتفاقات خفض التصعيد بكل من ريف حمصة ودمشق ودرعة ففيما طال قصف المدفعية الثقيلة كفربطنة ودومة بغطة دمشق طال قصف صاروخي حي جوبر الذي تصدى الحر فيه هو بعين ترما لمحاولات اقتحام أسدية إيرانية جديدة وبينما اضطر أكثر من 2200 عائلة تركعين ترما نالت مفخخة بمدينة نصيب بدرعة من 30 عنصر لجيش الإسلام طال القصف الأسدي تلبيسة وعين حسين بريف حمص وسط البلاد التي نعى الأسد نتيجة المعارك فيها المزيد من قواته فيما نعى سليماني مرتزقا إيرانيا قتلته داعش وهي التي لطالما تجنبت استهداف إيران بضرباتها انتهاكات أسدية لمناطق خفض التصعيد طالت شمال البلاد وجنوبها وفيما نعى سليماني مرتزقا إيرانيا قتلته داعش شكك محللون بأن هدف هذا النعي هو تبييض صفحة إيران التي طالما تجنبت داعش استهداف مقاتليها لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول